بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع اللقاء التاسع والعشرين بعد المائة الأولى مع الفقهاء أسأل ربي صدق التوكل عليه وحسن الاعتماد عليه وقوة اليقين به هب لنا ربنا عينا منك ترعانا ونورا منك يغشانا وعفوا منك يشملنا واجعل لنا يا ربنا رسانا صدق يسمع وعملا صالحا يرفع اللهم آمين ولا زال الحديث متصلا عن الإمام محمد ابن علي ابن الحسين رضي الله تعالى عن الأئمة أجمعين باعتباره عالما من علماء آل بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم الأطهار الكرام وقد تكلمت في اللقاء السابق عن يعني أهل البيت منهم وأهل البيت عند أهل السنة أهل البيت عند الشيعة وهل كان هناك من موقف سلبي فيه انتقاص من قبل الأئمة من الشيخين الكبيرين أبي بكر الصديق وعمر وقد أثبتنا بالأدلة التي لا تقبل مجالا لشك عدم عصمة الأئمة وأنهم كانوا يقدرون ويوقرون الشيخين الكبيرين أبي بكر وعمر وكان هناك تقدير كبير من الشيخين الكبيرين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأشرته لقسم أبي بكر الصديق قال والذي نفس أبي بكر بيده يعني لصلتي لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من صلتي لقرابتي فهم يعني أولى بالصلة من قرابة الإنسان يعني من قرابة الإنسان فصلة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أولى من صلتي لقرابتي هذا معنى كلام الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقلت إن الشيعة يريدون بكافة الطرق والأساليب إبعاد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لأن عائشة هي بنت الصديق ولأن حفصة هي بنت عمر فسيدخلون في إشكال كبير ويقولون بكفر الشيخين وحاش للشيخين يعني أن يكون كما قال هؤلاء الذين يعني وقعوا في الكفر ووقعوا في الشرك ونسأل الله العفو والعافية وأسأل ربي أن يبصرهم بعيوبهم وأن يعينهم على الخلاص منها وأن يردهم إلى الحق والصواب ردا جميلا وأيضا كمقدمة ثانية بعد أن قدمت لمفهومي ومعنى آل البيت من هم وأشرت إشارة يسيرة عن يعني مدى محبة آل البيت ومتابعتهم للشيخين الكبيرين ومحبة الشيخين لآل البيت أشير في مقدمة ثانية للبيت الذي نشأ فيه الإمام محمد بن علي بن الحسين الإمام المعروف بالإمام الباقر أبوه وهو الإمام علي بن الحسين زين العابدين هذا منار القانتين كما يعني وصفه بذلك الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء حيث جعله منار القانتين قال هو منار القانتين ووصفه أيضا بصفات رائعة جميلة لما قال علي زين العابدين منار القانتين كان عابدا وفيا وجوادا حفيا حفيا أي مبالغا في الجود والكرم رضي الله تعالى عنه وأرضا والإمام علي بن الحسين زين العابدين المعروف في زين العابدين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين والمعروف بالإمام السجاد لكسرة سدوده وعبادته وصلاته مولود تقريبا سنة ثمانية وثلاثين من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما استشهد أبوه الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان مع أبيه في كربلاء وتقريبا عمره تقريبا كان يعني أزيد من العشرين سنة واحد وعشرين سنين وعشرين سلاسة وعشرين سنة وكان ذلك سنة واحد وستين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يشارك في الحرب وسلم فيها لأنه كان مريضا فلم يشترك في الحرب وكان بعيدا وترك لمرضك وإلا هي فاجعة فاجعة لا نرتضيها ونبرأ ممن فعلها ولا نحب أن يكون ذلك قد حدث لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل لغيرهم من البشر العاديين الإمام بن سعد يقول عن الإمام علي زين العابدين كان ثقة مأمونا نحن نشير للبيت للحجر الذي ضرد فيه الإمام محمد بن علي فأبوه الإمام علي يقول عنه الإمام بن سعد في الطبقات كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا أي له قدر رفيع وعالي ورعا الإمام محمد بن شهابن الزهري قال أيضا ما رأيت قراشيا أفضل من علي بن الحسين وكان مع أبيه يوم قتله يعني فسلم بسببي أنه كان مريضا كما قلت لكنه في نهاية تقدير الله سبحانه وتعالى وقال أيضا ابن شهابن الزهري ما رأيت أحدا كان أفقها منه أي من علي بن الحسين ولكنه كان قليل الحديث الإمام علي بن الحسين كان قليل الكلام ولم يكن متجرئا على الفتوى ولم يكن مبالغا في إظهار ما لديه من علم بل كان يؤسر غيره بالحديث وقل ما يتكلم هو بالرغم من أنه عالم ومرة يعني قال لأحدهم رتب لي لقاءا مع سعيد بن جبير ربما الإمام سعيد بن جبير من سادات التابعين كان مستخفيا في ذلك الوقت والله تعالى أعلم فأراد أن يلتقي به فبيسألوا سؤال بيقول له ليه فقال عندي مسائل يسأل الناس عنها لا علم لي بها ده تتواضع يريد أن يتعلم من الإمام سعيد ابن جبير الإمام سعيد كان إماما رضي الله تعالى عنه وأرضاه في التفسير وكان يعني تلميذ للإمام عبد الله ابن عباس وقتل شهيدا على يد الحجاج ابن يوسف رضي الله تعالى عن الإمام سعيد ابن جبير الإمام مالك ابن أنس قال لم يكن في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مثل علي بن الحسين والإمام سعيد بن المسيب أحد سادات التابعين بل هو سيد التابعين ومن كبار التابعين قال ما رأيته أورع منه يعني كان شديد الورع والورع هو التورع والابتعاد والتحرج عن المعاصي عن الحرام وهو المبالغة في صيانة النفس وحمايتها من الوقوع لا في الحرام وإنما في الأمور المشتبهات كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وحديث النبي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دا في الحقيقة باب من أبواب الورع فإمامنا الإمام سعيد يقول ما رأيته أو رعى من علي ابن الحسين وكان متحليا بجليل الصفات ومحاسن الأخلاق وكان عفوا سمحا لا ينتصر لنفسه لا ينتصر لنفسه لأنه كان يعد نفسه للقاء ربه ولم يكن مشغولا بالتفاهات والسقطات التي تحدث من أحد الناس إنما كان رحب الصدر واسع الأفق كان حليما عفوا يعني يروى أن حسن ابن الحسين أن حسن ابن الحسن ابن عمه نال منه نيلا شديدا ولم يترك شيئا إلا زكره وهذا دليل على عدم عسمة هؤلاء وأنهم بشر هم بشر صالحهم هو تاج على رؤوسنا حدث أمر آخر الأمر موكل إلى الله سبحانه وتعالى فحدث منه أمر أن حسن ابن الحسن نال من علي ابن الحسين نيلا شديدا فلم يستطع بعدما انصرف كل منهما إلى داره لم يستطع النوم وذهب بعد صلاة الإشاء فطرق باب داري حسن ابن الحسن ابن علي فوجده أمامه لما فتح من قال أنا علي ابن الحسين قال يا أخي لم أستطع النوم بعدما قلت ما قلت إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فيما قلته عني فغفر الله لك والسلام والسلام عليكم أنا ماشي أبكى فالتزمه حسن ابن الحسن وبكى كل منهما بكاءا شديدا هكذا كان العفو وكان الحلم رضي الله تعالى عن الأئمة أجمعين وفي نفس الوقت بالرغم من فرط توضعه وإنكاره لذاته وعدم رؤيته لمكانته ومكانة الإنسان كما قلت ليست عند نفسه إنما مكانتك في صدور المتعاملين معك المحيطين بك فهشام بن عبد الملك قبل أن يكون خليفة ربما وهو ولي للعهد ذهب لحج أو لعمرة وكان في ساحة الطواف زحام فإذا ما أراد أن يصل للحجر وجد زحاما من الناس على الحجر ولم يعبأ به أحد وبعدين وجد رجل يطوف وكلما دنى من الحجر فسح الناس المجال لذلك الرجل ليقبل الحجر كيفما شاء دون مزاحمة فاغتاز من ذلك المشهد وسأل من هذا من هذا الذي يفسح الناس له المجال ليقبل الحجر فمن هذا فما أعرفه فالشاعر الفرزدق أنشأ في الحقيقة قصيدة رد فيها على هشام بن عبد الملك وعلى غيره ويقال أن هشام بن عبد الملك توعد الفرزدق بعد ذلك فاختفى في فلسطين ربما في مدينة بيسان أو عسقلان على ما أذكر وبعدين في النهاية يعني منا بأنه عفى عنه بعدما قال الفرزدق ربما قصيدة فيها مدح لهشام بن عبد الملك والله تعالى أعلى وأعلم لكن الفرزدق ماذا قال قال لما بيقول من هذا الذي يفسح الناس له ليقبل الحجر كيفما شاء وأنا لم يفسح الناس لي بل يزاحمونني على تقبيل الحجر فالفرزدق بيقول إيه هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم ثم قال وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم فيعني دي قصيدة في الحقيقة معبرة هذه أبيات منها رد فيها الفرزدق على يعني من أنكر معرفته بعلي ابن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإمامنا كان آية عند إقباله على العبادة كان آية وينكر على الناس يعني عبادة الذين يعبدون الله تعالى رغبة أو رغبة ويقول الذين يعبدون الله تعالى خوفا من عذابه هذه عبادة العبيد والذين يعبدون الله تعالى رغبة في سوابه في الأجر هذه عبادة التجار إنما ينبغي للمسلم أن يعبد الله تعالى لا رغبة ولا رغبة إنما يعبد الله تعالى لأنه جدير بالعبادة والإجلال والتقديس والإكبار والإعظام ده معنى كلام الإمام علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه أرضاه وكان إذا فرغ من وضوئه في الزمن الفاصل بين الوضوء وبين السلاة كان يصفر لونه ويرتعد قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام وكان يتغير حاله تصيبه رعدة ينتفض فلما سئل قال أتدرون بين يدي من سأقوم الموقف عظيم ونفس الموقف حدث لما وصل إلى زي الحليفة في طريقه لحج أو لعمرة ثم ركب دابته أهل الناس بالحج لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة لبيك اللهم لبيك لكن إمامنا لم يستطع أن يهل بالحج أو بالعمرة ثقيل له وهو واقف على دبته ألا تهل ألا تلبي فنظر إليهم بعد طول صمت وقال أخشى أن أقول لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك أو فيقال لي لا لبيك ولا سعديك فلما تجاسر ولبى سخط من على دبته مغشيا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه فده كان حاله كان بيستشعر معنى رائع جدا عند العبادة والطاعة أنه في لقاء حقيقي مع رب العالمين في لقاء مع الله وأنه إذا وقف في الصلاة وقف بين يدي الله إذا لبى كأنه يستمع إلى من ينادي عليه رب العالمين فأقول يقول يعني عبدي أقبل إلي هلما إلي عبدي فيقول العبد لبيك اللهم لبيك ما هو لبى بمعنى أجاب ولبى مسنى للبى أي إجابة بعد إجابة ولبى بمعنى أقامة أي إقامة على طاعتك يا رب بعد إقامة لبيك لا شريكة لك لبيك رضي الله تعالى عن الإمام عليه ابن الحسين وكان مع العبادة كان جوادا كريما بالرغم من أنه كان يتخم أحيانا بالبخل فلما توفي مات وجدوا أنه كان يكفل مئة أهل بيت من أهل المدينة ولا يدرون من الذي يكفلهم يحمل دراب الخبز على ظاهره بالليل والدقيق والزيت ويوزع على البيوت ويصبح منهك القوى فيجد الناس طعاما أمام أبواب بيوتهم يأكلون من الفقراء والمساكين فلما مات علموا أن الذي كان يأتي إليهم بذلك هو علي ابن الحسين زين العابدين السجاد رضي الله تعالى عنه أرضاه وعند تغسيله وجد المغسلون أثر ذلك الحمل على كتفه وظهره إن الجلد يعني يابس متقشف يابس وأن يعني كدمات وألوان وزرق وسواد على الكتفين من سقل وطأة الحمل على الظهر رضي الله تعالى عن الإمام علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي نفس الوقت لشرف انتسابه للنبي ولسيد شباب أهل الجنة والده الشهيد الحسيد بن علي سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسن رضي الله تعالى عنهما وجدهما رسول الله عليه الصلاة والسلام كان ينهى الناس عن المبالغة في المتح والإطراء ويقول يا أهل العراق أحبون حب الإسلام لا ترفعونا فوق حقنا أي لا تبالغوا في متحنا ولم لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قول عبد الله ورسول محمد رسول الله يكفيه فخرا وشرفا أنه رسول الله أن الله تعالى اصطفاه واختاره وصفاه ونقاه واختاره ليبلغ عن رب العالمين عن الله محمد رسول الله وقال له إنك بأعيننا وقال له رب العالمين والله يعصمك من الناس زكى الله تعالى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون ما ضل صاحبكم وما غوى زكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى زكى فؤاده زكى فؤاده ما كذب الفؤاد ما رأى زكى رب العالمين صدره ألم نشرح لك صدرك رفع ذكره ورفعنا لك ذكرك زكى خلقه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك لا نستطيع مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي نسبة من مدح الله تعالى له يكفيه مدح الله تعالى له يعني ماذا يعني يقول مدحنا وسناءنا والله في قرآنه قد زكاك أي زكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إمامنا الكبير والعظيم الإمام علي ابن الحسين له قول جميل جدا يعني يقول كيف يبخل أحدكم بشيء من الدنيا على إخوانه ويسأل الله لهم الجنة يعني يقول أدعو لك أن تكون من أهل الجنة وفي نفس الوقت تبخل عليه بشيء من حطام الدنيا الدنيا الحقيرة الصغيرة وده في الحقيقة ملحظ يعني دقيق جدا لا يصل إليه إلا أصحاب يعني القلوب المعلقة بعلام الغيوب كيف تطلب له الجنة وأنت تبخل عليه بالدنيا ده المعنى الدقيق فإن جدت بالدنيا وسألت الجنة كنت صادقة وإلا لو كانت الجنة لك لكنت أبخل بالجنة عنه من الدنيا ده المعنى الدقيق الرائع عن إمامنا رضي الله تعالى عنه أرضاه النشأة العلمية لوالدي إمامنا محمد بن علي الإمام علي رضي الله تعالى عنه أرضاه المعروف بالسجاد زين العابدين له نشأة علمية رائعة وجميلة فالنشأة العلمية الأولى كانت على يد من والده الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانت على يد أبيه فعلمه القرآن وعلمه السنة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام فتلقى مبادئ العلم مع القرآن الكريم على يد أبيه الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنهما ثم كان أو كانت المدرسة الثانية التي تلقى العلم فيها هي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضم بين جنباته الكثير من الصحابة الكبار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وكبار التابعين كالإمام السعيد بن المسيب كالإمام القاسم بن محمد بن أبي بكر كالإمام سالم بن عبد الله بن عمر كالإمام خارجة بن زيد بن سابت كالإمام سليمان بن يسار إلى غير ذلك من العلماء الكبار من الصحابة ومن التابعين فتلقى مع علم القرآن التفسير أيضا والحديث والفقه والسيرة والتراجم والتاريخ واللغة إلى غير ذلك من العلوم التي برع فيها إمامنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكما رأيتم كان يعني ليس مستشعرا لجلال الله حال العبادة فقط لا ده حال العلم وحال تلاوته لآيات القرآن فكان آية عند تلاوته للقرآن الكريم فكان يتوقف عند آيات الرحمة ويسأل الله تعالى أن يكون من أهلها ويتوقف باكيا عند آيات العذاب ويسأل الله تعالى أن ينجيه منها وإن مر بآية فيها ذكر للجنة والنعيم سأل الله تعالى أن يكون من أهله للعذاب والجحيم سأل الله تعالى أن ينجيه من ذلك العذاب والجحيم فكان يعبد ويقرأ ويتعلم عبادة من يعيش في عالم آخر لا يعيش في هذا العالم بدليل موقفه مع ابن عمه حسن بن الحسن لما ذهب إليه بالرغم من أن الحسن بن الحسن هو الذي أساء إليه قال له إن كنت صادقا غفر الله لي إن كنت كاذبا فيما قلت غفر الله لك الدنيا ما تستهلش الدنيا لا تستحق أن يحارب بعضنا بعضا الصغار يموتون قبل الكبار الموت يتخطف الشباب والشابات والعرسان إلى غير ذلك والذين لم يتمتعوا بالحياة فالدنيا لا تستحق أن نشعل حربا بين أقرب الناس إلينا وأحب الناس إلينا فلنجعل الدنيا تحت أقدامنا فالدنيا مدبرة والآخرة مقبلة ودي معاني في الحقيقة نفهمها من إمامنا الكبير والعالم الجليل علي ابن الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفي نفس الوقت ما كان يستنكف أبدا أن يتلقى العلم على يد مولى أصل عبد أو على يد فقير أو على يد من هو أقل منه في العلم لدرجة أن البعض يعني بيعتب عتب خفيف أتتلقى العلم على يد هذا؟ فرب كلمتين قال إنما يذهب الرجل ليتلقى العلم ممن ينتفع منه ربما رأى منه حالة من حالات الخشوع الرهبة الأدب التواضع السكينة العمل الصدق الإخلاص فذهب إليه إنما يذهب الرجل ليتلقى العلم ممن ينتفع منه فبيل موه أتذهب لذلك الرجل؟ زيد بن أسلم مثلا؟ قال له لا ده أنا أذهب إلى حيث تكون المنفع أنا بنتفع من علمي وكانوا بيقولوا أنت أفضل أنت أنسب أنت أعلم قال له لا أنا أتلقى العلم من أي أحد أستفيد منه شيئا من العلم رضي الله تعالى عن إمامنا زين العابدين المعروف بالسجاد رضي الله تعالى عنه أرضاه قال له دعوات رائعات صادقات معبرات ودعوات ليست مطروقة يعني لم نسمعها من قبل منها وكان في كل الدعوات يستمطر رحمة رب العالمين بيستمطر رحمة الله ويعترف بفقره وعجزه وأنه لا شيء أمام قدرة القادر علم العليم عطاء من لا تفنى خزائنه وأنه دائما فقير إلى لطف وعطف وعفو رب العالمي وكلنا ذاك الفقير يا أيها الناس الناس أنتم أنتم الفقراء إلى الله سيدنا موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير بالرغم من القوة والعافية وقوة سيدنا موسى كانت أقوى من قوة عشر من الرجال كما جاء في تفسيري سورة آيات القصص مع ابنتي شعيب وسقي الماء وقصة طريفة وظريفة فيها فوائد كثيرة جدا فإمامنا كان من أدايته أنه سمعوا الإمام طووس ابن كيسان الذي تكلمنا عنه في حلقات كسيرات باعتباره أحد أخص تلامزة عبد الله بن عباس وأنه فقيه أخل اليمن الأول في زمنه رضي الله تعالى عنه أرضاه وكان آية في الزهد والعبادة والعلم الإمام طووس ابن كيسان فمر الإمام طووس رأى الإمام علي بن الحسين في الحجر وبعدين وجدوا منكفئ على نفسه إب يدعوا بدعوات فقال والله لا أتسمع لما يدعو به فهو رجل صالح من بيت صالح ده من آل البيت فسمعوا بيقول إيه إلهي عبيدك تصغير لعبد بفنائك أنا في بيتك مسكينك بفنائك فقيرك بفنائك سائلك بفنائك هذا ما سمعه الإمام طووس الإمام طووس يقول فوالله ما دعوت بمثل ما دعا به علي زين العابدين في أمر في كرب إلا قضى الله تعالى حدتي وأذهب عني ذلك الأمر إلهي عبيدك ببابك فقيرك ببابك سائلك ببابك مسكينك ببابك المحتاج إليك ببابك بفنائك ببيتك أنا في بيتك وأنت أكرم الأكرمين أنت جواب كريم وأنت يا رب القائل أدعوني أستجب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وأنت يا رب تحب أن تسأل وأنا عبدك الزليل الحقير الصغير الفقير في حاجة إلى عطفك إلى فضلك إلى عفوك فأفو عنا وعلى طاعتك أعنا وعلى غيرك لا تكلنا يا رب العالمين دا كان من دعوات إمامنا الإمام علي زين العابدين ذلك الأب الوالد المربي الذي خرج محمد ابن علي الباقر العالم الجليل الذي سنتكلم عنه رضي الله تعالى عنه أرضاه لدعاء في الحقيقة جميل لم أسمعه من قبل وجئت به إليكم في دعائه الجميل الرائع بيقول كلام جديد خالص بيقول إيه ربي قد أزقتني من رحمتك ما أزقتني رحمة الله تعالى تغمرنا ورحمتي وسعت كل شيء ربي قد أزقتني من رحمتك ما أزقتني يعني الشيء الكثير من رحمتك وأوليتني من إنعامك ما أوليتني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ربي قد أزقتني من رحمتك ما أزقتني ربي قد أوليتني من نعمك ما أوليتني أي أعطيتني ومننت علي وتفضلت علي فصرت أدعوك آمنا من غير وجل ليه لأنني تعودت فضلك وجودك وكرمك وعطاءك فصرت أدعوك آمنا من غير وجل يعني كأنني مع تقصيري في حقك ومعصيتي لك أطلب منك لأنك كريم جواد وتعطي خلقك وعبادك الذين يسألونك فصرت أدعوك آمنا من غير وجل وأسألك مستأنسا من غير خوف مش خايف منك لا لأنك كريم وعفو وأنا أدعوك وأرجوك وألوز ببابك وأحتمي بجنابك يا رب العالمين ربي بعد هذا السناء جاء الدعاء أتوسل إليك توسل من اشتدت إليك فاقته أتوسل إليك توسل من اشتدت فاقته أي حاجته وفقره إلى رحمتك ربي أتوسل إليك توسل من اشتدت فاقته إلى رحمتك وضعفت قوته عن أداء حقوقك فاقبل مني دعاء الغريق الغريب الذي لا يجد لإنقاذه إلا أنت يا أكرم الأكرمين دعاء يكتب بماء الزهب بماء الزهب أقرأ عليكم الدعاء مرة ثانية ربي قد أزقتني من رحمتك ما أزقتني وأوليتني من نعمك ما أوليتني فصرت أدعوك آمنا من غير وجل وأسألك مستأنسا من غير خوف ربي أتوسل إليك توسل من اشتدت فاقته إلى رحمتك وضعفت قوته عن أداء حقوقك فاقبل مني دعاء الغريق الغريب الذي لا يجد لإنقاذه إلا أنت يا أكرم الأكرمين أسأل ربي سبحانه ألا يكلنا إلى أنفسنا كما دعا إمامنا وقال اللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجز عنها ولا إلى المخلوقين فيضيعوني بدعاء إمامنا الإمام علي بن الحسين بن علي نختم لقاءنا هذا والذي أسأل ربي أن يجعله لقاءا خالصا لوديه الكريم على أمل أن نلتقي في اللقاء القادم لنواصل المسيرة إن شاء الله مع الإمام علي زين بن العابدين باعتباره المعلم الأول ووالد الإمام محمد ابن علي ابن الحسين ابن أبي ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عن الأئمة أجمعين أكتفي بهذا الخدر أسأل ربي صدق التوكل عليه وحسن الاعتماد عليه وأسأل ربي أن يجعل ما قلته خالصا لوديه الكريم ثقلا في موازين حسنتنا يوم نلقاه يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أستودعكم الله السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة